احنا عندنا فرح يلا نجيب الحاجات بتاعت الفرح يلا نقول الاول السلام عليكم ورحمة الله ببركاته يارب كلكم تكونوا بصحة وسلامة وسعادة ان شاء الله يا سلام بقى كلكم عارفين طبعا الازواء الهندية وكمان الاشكال بتاعت الاكسورات الهندية لا يعلق عليها صحي كده معي وليش معي لا معاك يا رشروش بصوا بقى لو انتم اول مرة تشوفوني بالله عليكم تنسونوش في الاشتراك ولايك وشير وكمان وتفعيل الجرس علشان يعني القناة كبير بيكم بقى وصلوني بقى للخمسين يلا بقى شدوا حلكم معايا طبعا بقى في ناس كتيرة كانت موصلينو على هدايا وكانت مونا كمان عايزة اهدي يعني اه صاحبتي وحبيبتي فقلت بقى ايه ندور كده على كذا حاجة في وسط اللي احنا الزحم اللي احنا فيها قدام احنا نزاني بالمرة سوق صحي كده فقلت بقى ايه اشوف السهرس السهر ده اه اه قطن في المياه وفيه طبعا اللي هو الشيفون وفيه السلك وفيه انواع كتيرة وحسب كل ما بقى الجودة بتاعتها عالية تبقى الاسعار غالية يعني مثلا الفستين ديه الكواليت بتاعتها بتبقى عالية جدا والاسعار بتاعتها صراحة تبدأ من سعتاشر الف روبيس اه يعني اسعار غالية جدا انا شايفها يعني اوفر يعني عشان يوم واحد بتبقى اوفر قوي كده فصراحة ربنا فرح كل البنات بس كل ما يبقى الهندي ميت بتاعته اكتر اه او الشغل بتاعه اكتر اه بيبقى السعر بتاعه اغلى فيه طبعا رخيص وفيه غالي وفيه نص ونص على كل اللي انتوا عايزينه بيبقى موجود طبعا بالنسبة للعروسة اه وكل شواء بينزلوا بقى اشكال والوان و اقول لكم ايه اه دي كلها اللهنجة اللهنجة يعني ايه بتبقى يعني عبارة عن اه سكرت بلوزي يعني حاجة بتتلبس من فوق يعني جيبة وبلوزة يعني دي بيسموها اللهنجة اه اما الساري بقى بيبقى شبه كده هو وبردك ايه اه يعني بيبقى فيه الوان وبتلاف بقى ايه حوالين الجسم الساري طبعا معروف كل اه الناس عارفة الساري اللي انا شايفه ده اسعاره كوي تاسع مش غالية قوي زي اللي انا كنت مسكاء الاول اللي هو كان الاول خالص كان سعره غالي جدا الصراحة بس بقى فيه بص الالوان الوان شكلها رائع جدا وسبحان الله عندهم تركيبة كده توليفة من الالوان كده بيحطوها مع بعض ما تعرفوش ازاي بتليق يعني مبتلاقش على فكرة الا عليهم يعني حاولت الصراحة ادبس كده زيهم في حاجات معينة بتليق وفي حاجات ما بتلاقش فهما بتلق عليهم جدا الهدوم بتاعتهم عشان الصراحة تتقال يعني انا روحت النهاردة مكان محل كبير هيبر ماركت لما لابس بس اه ومفروشات اه اسمه لولو ساريس اه في جميع يعني هو حوالي خمس اه طوابق فوق بعد كده وفي كل الحاجات يعني بقى اكسسوارات على من قصه اي حاجة تخص العروسة من الالف لليا اللي انا كنت مسكه ده بيبدأ من حوالي الف وتونمائة روبيس اه وانت طالعة بقى يعني انا سألتوا قال لي فيه بقى الفين وفيه بثلاتة وفيه اربع يعني روبيس يا جماعة اه فالربيس عادي انت عرفوها اخش على جوجل وكل بقى واحد بعملة الدولة ما هو قاعد فيها ويعرف اكيد يعني الاسعار موجودة ازاي انا قلت بقى واريكو كزا حاجة وقلت بقى اشوف كده يعني اجيب كده هدية كده اللي بانوتات كده عرفاهم صغنونون كده حبيبي فقلت ايه اشوف كزا حاجة بالمرة الاسعار مش غالية حلوة اه الحاجات بتاعت الاطفال بتبقى يعني متناول اليد اما الحاجات اللي بتبقى مثلا اه اللي كانت زي في اول المقطع في اول الفيديو خالص كده اه حاجات بيبقى فيها مثلا اه شغل كتير اه كده بيبقى في الاسعار بتبقى اغلى الصراح من زي بقى بلاستيكيات واللي فيه طبعا غواش ازاز وفيه حاجات مختلفة بيبقى الاسعار اقل الحسب الانواع اللي احنا بنشتريها في الرخيص وفيه الغالي اه شايفيني الحاجات اللي في الوش دي اه دي بيلبسوها برضك اه العروس ممكن تلبسها بس ما اعتقدش ان اي عروسة في كرة لا تلبس اي حاجة يعني فالصو لأ ما بيحبوش كده كل حاجة من نقلف لليا بتبقى ادهب نقلف لليا بتبقى فيه خرخال وفيه حزام لله اه حاولين الخسر وفيه اه غواش في الادين اللي اتنين والحاجة بتتحطي على الجبهة وكمان فيه حاجة بتحطي عشارة من من على الجانب كده بتنزل فا اه اشكال اشكال كتيرة بوصل انا مسكها دي زي السنسلة بتتلف كده حاولين الاد زي زي الانس يلبس بالزبط اه بدوتي بتتلبس اه في وسط الغواش اه وهو بيقول لي يعني بيفاهمني ان انا البسها ازاي او كده هو بيقول لي بس البسيها على ايدك وبعد كده البس يعني طقمي يعني احط الغواش وهي في النص بتبقى نزلة كده من على الايد بيبقى شكلها حلو شايفين بقى الاشكال دي اشكال كتيرة بتبقى يعني عشان البارتي او او يعني حاجات بتبقى علشان الديوف يعني في استقبال او في فرح او في حين او او فبيضطروا يلبسوا حاجات زي كده الناس اللي ما عندهاش طبعا حاجات دهب فبيجيبوا دي وبيمشي حالو ما فيش حال طبعا بيعرف ايه الدهب من الفلسو وكله ماشي اما الحاجات دي اه بتبقى صراحة اسعارها غالية الحاجات النيكلس والحاجات دي بتبقى اسعارها غالية حتى لو مش دهب تمام فاهميني شايفين بقى دي انا جبتها اه لصديقة عندي في عمان يا ربي بقى تعجبها ان شاء الله هيو قال لي دي هتخش على قدك فبقيس اه فقلقتها اقدخلت فا قلتك كويس يعني ما كملش خلالها زمية جديدة فزا ما انتم شايفين كده يعني ايه رأيكم في زوقي بقى لازم تكتبيني في كومنتات اه لو زوقي عجبكو ما عجبكوش اه اه عزين تعرفوا ايه في الفيديوهات الجاية ايه الحاجات اللي المسكن اعملها لكم الدنيا اقفار بقى يا جماعة كده علشان ايه نشتغل مع بعض بص بقى الحاجات اللي موجودة في الباكت دي حنة فيه انواح حنة كتير فيه احمر وفيه بني وفيه اسود وفيه الحنة الطبيعي فيه حاجات كتيرة جدا وكمان هنا شويفين دي غويش للاطفول زي ما قلتلكو دي بلاستيك وفيه منها اه اه اللي هو الازاز ببقى فيه منها ازاز ودي طب انا مش بحب الازاز علشان مش بتكسر بسرعة وممكن يجرح الاطفول الصراحة طبع عشان منزلمش بقى الرجل الهندي كمان زي ما احنا بنقول بقى نستة الهند بتلبس الهندات تلبس ايه وكده وبنجيب كل الحاجة هوركوا بقى اللبس بتاع اليوم الحنة بيلبسه فيه ابيض وكمان بيلبسه اه زي ما نشايفين يعني الاشكال كده وبيلبسه في اليوم بتاع الدخلة اه فيه بقى ناس بسر 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 الوان فيه ناس بسر بسر زي زي اللي احنا شايفينه ده اللي ببقى فيه طاقية او آآ ازا ما انتم شايفين التقليد الهندي يعني وفي دلوقت بقى يلبسوا ببدل العادية زي طبعا يعني دين بتتقدموا كده فهم طبعا حابين يلبسوا حاجات يعني غير. فخلاص خلصنا كده الفيديو بتاعنا والفديو عركبكم. اكتبيوا لي بقى باللعب لكم. وانتم عايزين ايه في الفيديوهات الجاية. احبيكم في اللي. مع السلامة. الله أكبر الله